مرحبا حضرتكم مرة تانية النهاردة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية قامت بتوفير أطنان من البطاطس بأسعار مخفضة ده لمواجهة جشع بعض التجار الذين يحاولون احتكار الخضروات لرفع أسعارها بالمخالفة للقانون وده بالتوازي مع حملات شرطة التموين لاستهداف مخازن محتكري البطاطس لحد الوقت تم افتتاح 924 منفذ بكل محافظات الجمهورية خاصة بالمناطق الشعبية والأكثر احتياجا منها 734 منفذ ثابت ومحلا تجاريا و190 منفذ متحرك وجاري توسع في فروع المنظومة تباعا طبعا ده مجهود مهم جدا جدا لوزارة الداخلية وخلينا نتابع ونشوف فيديو يوضح لنا أكثر مجهوداتهم لمكافحة طبعا التجار اللي بيستغلوا ما يحدث فيه الأسواق ويخزنوا البضائع والسلع نتابع في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى سوارها بخاصة جرائم حجب السلع الغذائية عن التداول بالأسواق لا سيم البطاطس التي شهدت مؤخرا ارتفاعا غير مبرر في أسعارها نتيجة لتخزينها والمضاربة في أسعارها فقد قامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بحملات تموينية مكبرة استهدفت عددا من المحافظات تنصيقا مع مدريات أمنها نجحت خلالها في ضبط ثمان قضايا تجميع وتخزين سلعة البطاطس بمضبوطات بلغت ألفا ومائة وخمسة وخمسين طن بطاطس في الصياق ذاته استهدفت مدرية أمن البحيرة عددا من القائمين على تخزين سلعة البطاطس بنطاقها بعدد من الثلاجات وتمكنت من ضبط سلاسة آلاف طن بطاطس مخزنة بهدف حجبها عن التداول بالأسواق للاستفادة من فارق أسعارها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطات إلى جانب ما تبزله وزارة الداخلية من جهود لضبط محتكل السلع الغذائية فإنها تعمل على توفير هذه السلع بأسعار مخفضة من خلال منافذ أقيمة لهذا الغرض حيث وصلت سلاس سيارات حمولة سلاسين طن بطاطس بسعر ستة جنيهات للكيلو لمنطقة الوكالة ببلاقب العلة بمعرفة الشركة الوطنية للاستراد والتصدير بخلاف وصول 15 طن بطاطس بمنفذ ميدان رمسيسة في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية احنا بنشكر السيد الرئيس عفتاع السيسي على وقتهم وعالناس الغلابة بدربة بجيب كل بطاطس ب 15 جنيه بيجدين 4 كيل 4-3 كيل ونصف ب20 جنيه